وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت إمبارح تعالوا مع بعض انتابع أهم الأخبار اللي حتحصل النهاردة ومنها الحفل اللي حتعلن فيها جمعة أو حتعلن فيها جمعة المصورة نتائج جيزة الجمعة للتميز الحكومي وكمال النهاردة حيكون فيه الإعلان عن تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة CNN لتوثيق إنجازات مصر التنموية ده غير قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 20-23 والمتشاط اللي حتتلاعب في الدوري المصري وكمان في الدوري الإنجليزي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة جمعة المنصورة هتنظم حفل إعلان نتائج جيزة الجمعة للتميز الحكومي في دورتها الأولى وده بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للجمعة النهاردة كمان وزارة التعاون الدولي هتعلن تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة CNN الدولية اللي بتستهدف من خلالها توثيق إنجازات مصر التنموية وتسليط الضوء على الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والتوجه نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر كمان النهاردة بيترقب 48 منتخب داخل القارة السمراء قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 اللي هتستضيفها كو ديفوار وده هيكون الساعة سبعة ونص بالليل لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مبارتين من العيار الثقيل في إطار الجولة الخمستوشر من عمر المسابقة سيراميكا كيلو باترا هيلتقي مع طلائع الجيش والزمالك مع الاتحاد السكندري وده هيكون الساعة تسعة ونص بالليل لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين اللي بتجمع ما بين ليفر بول ومنشستر يونيتد الساعة تسعة مساء